اشتركوا في القناة مرة أخرى في مباشر جديد من مدينة الضالبيضة وقصة خطناء ليليا أو ليلى الجزائرية لكلكم تبعتوا معنا القصة ديلها منذ البداية ليليا قصتها بدأت منذ سنوات مني دارت أول ربورتاج على قناة تشوف تيفي كانت ناجد المحسنين أنهم يوقفوا معها ويساعدوها لأنها كانت قدوز من واحد الظروف وهي صعيبة بززاف قصتها جد مؤثرة تبعتوها معنا وبكيتوا معها وتعاطفتوا معها علش ما نكوش معه وليش ما نتعاطفش معه ويارختنا جزائرية كانت أم مغربية كانت تبقى الإنسانية والإسلام والإنسانية أهم من كل شيء كانت جمعنا بطبيعة الحال الرقم ديلها أراها على الشاشة دينا اللي بغي تواصل معها ولي بغي يساعدها كان عاتب على بعض الإخوان الجزائريين اللي كيتصلوا بليليا وكيسبوها في الهاتف أنا معرفتش على شك أتعيروها حسوا بها وحسوا بظروفها تشي واحد مكره السيدرها 27 عام وهي معدبة 27 عام وهي ما عندها تورقة لهوية ما عرفت راسها كتقول أنا مغربية وأنا جزائرية ولكن ما عندها لورقة لاجوش تخير راسك أخويا أو لغتي أنك في شي بلاد وما عندك لورقة لاجوش ما بقيت يعرفت راسك منين بغي تبشر صبيطار ما تلقى ورقة بغي تتقرى ما تلقى ورقة بغي تتخدم ما كانش اللي يتاق فيك وزاد طين بالله مني اختي ليلة ولدات وليد اللي يخليه لها أنت ما كفينت أزمات وتما كفينت عصبات وتما كفينت فقسات أنها بغي تصيب ورقة ديل ولدها تصلت بنا احنا قناة شوف تيفي بشينا عندها الحمد لله الفرج بدأ بشوية بشوية اختي ليلة السلام عليكم داختي فاطم الزهرة ده واحد الأمل دي الفرج كانوا الورقة ديني عندو واحد سيدا ربما ديك سيدا شفت روبرتاج ديالي هي وراجلها وتصلوا بواحد صديقة ديالي قالوا لها باللي لابغت ليلة جي تدي الورقة ديالها احنا قلبنا عليهم ولقيناهم فعلا مشيت عندهم البارح مشيت عندهم البارح مشينا عندهم حتى للدار ديالورقي ديالي كاملي كانوا عندها ديك سيدا أوريجينال أوريجينال بيانسير أوريجينال كنت عندي ورقة ديالي هادي 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 نسخة ديالي ديال الحالة مدنية هادي النسخة على شأننا نسخة تبقى الأصل نسخة تبقى الأصل هادي نسخة تبقى الأصل خاصة تتعرفين مني نجاة تختفط المزارة هادي كنت جبتها من القنصلية ديالنا ديالت زير جبتها نهار 21 في شهر 4 2017 همالي كانوا خرجوا لي هاد الورقة فاش مشيت عندهم وكن طالب بالوراقي ما كنت طالبش بوراقي أنا كنت طالب بوراقي ديالولدي وكن عاودوا نقولها كنت طالب بولدي خطر ولدي مغريبي أنا ولدي داري لي جنسية جزائرية أنا معندي ما ندير بادي كنجسية جزائرية أنا كنت طالب بالنسبة لي أنا وكن طالب الأكترية بالولدي ولدي خطرت زاد في المغرب وولد المغرب وولد محمد السادس وعاش المليك وأنا كنت شد خوتي لمغاربة داخل الوطن وخارج الوطن وكن شد الله سبحانه وتعالى وكن طلب محمد السادس وكن طلب سيدنا وكن طلب سيدنا وكن عاود نطلب سيدنا يشوف من حالي ومن حال هدك الذري ممكن لي أنا ما غادش يشوف من حالي يشوف غير من حال هدك الذري لي ولدهم وولد المغرب وولد الشعب المغربي وولد سيدنا وعاش محمد السادس وعاش الماليك هل تحسين شوية بالأزمة بدأت تحلوا أن الفارج قريب إن شاء الله هاليليا بعدها واحد الفارج زوين هاد الورق ديالي ده ما كان طالبهم تقريب عامين وانت تلسين وانا كان طالب الورق ديالي ما كاش في من غوطاني مرة يطفيوا علي التليفون مرة يبلوكي وني كل مرة كيفاش وهذا وريقاتك غير خليتي يوم عندهم ما بقاش بغوعتهم ما خليت عندها فلوس ما خليت عندها ذهب ما خليت عندها أرض خليت عندها وريقات هادوا مغاربة؟ مغاربة خسفة طنصهرة وشنو في نظرك السبب لك أنوا خليهم أنهم يعطوك شو ريقاتك الله أعلم الله لك يعلم حتى واحد ما يعلم بالغيبسي والله سبحانه وتعالى يعني حتى حن قلبهم شافوا لي غبوظة جياليك شافوا دموعك على وريقاتك وذك الشي وانا كتغن ندعيهم على وريقاتي خطر علاش هدا كل أمل ديالي ديال الوراق اللي بقوا عندي عند هادوك الناس ما عنديش أنا مني غنجيب لوراق ديالي لابا أنا غوطت علي يقع السلطات باش عارفوا أنا بلي اسميتي سويدي ليلى زيدة في واحد خمسة خمسة وسبعين من الجزائر شكون يقول أنا مني جيت من بلاصة أخرى ولا شي حاجة ما عندك تورقة كتبت الهوية ديالك من غير هاد الوريقات اللي جابوهم الكادم كانوا عندي واحد جوج ديال الوراق ديال فوتوكوبي ديال كاطرناسيونال ديالي أنا شديد حرقتهم مع الروبورتاج ديال كلّ لول وأنا ley بغيت خطر هادوك الوراق كانوا عندي بقي عندي واحد الورقة هاه هي نيت في الوراق اللي جبتهم عندي سيداء فيها أغتي فاطم الزار بقي عندها هي نيت فوتوكوبي ديالي ديال لكار أنا حرقت غير هادوك الورقة بحال هدي ها هي هاد الورقة لا يوجد فائدانة لا يوجد فائدانة لا يوجد فائدانة لا يوجد فائدانة أختي أختي كانت عاتبة على بعض الأخوة الجزائرين يتبقى يسببك لا تشعر بك 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 ربما أختي المغربة أعسوبية أختي المغربة داخل الوطن وخارج الوطن وداخل السلطات أختي فاطم الزهرة لا توجد نتيجة نتمنى مع الله لا تشعر بك لأن هذه الخطوة لم تكن في الأول لدي أحساس لأن أي شخص يحس لدي أحساس أختي فاطم الزهرة سوف تفرج من عند الله سبحانه وتعالى وسوف يرى من حالي وسوف نطلب من سيدنا وسوف نطلب من سيدنا وسوف نطلب من المالك لا يرى من حالينا يرى من الحال والدو تتلح عليه بحال العار وحبك المغرب باقي هو لي وخا مشيتي وخا موت على المغرب كان موت سوف تذهب في حالتك المغرب في حالتك الراسة أختي فاطم الزهرة كان نقولها أختي فاطم الزهرة هذه رها بلادك كما تبغيها هي تبغيك الحمد لله المغرب رها بلاد الجميع أي واحد يعطيه يعطيه الحب المغرب يبغي الناس كلهم كيفاش ما يبغيوكش انتي اللي انتي بنت المغرب و 27 سنوتي هنا ووفية المغرب وكتحبي راية المغرب ومالكنا الله ينصره وكتعتار في بصحراءنا المغربية كيفاش هذا المغرب اللي ما يقبلكش كان موتا خلال واحد يقولك كانت سطى على هذا البلد وكانت سطى على المالك وكانت سطى على محمد السادس الله يطول في عمره الله يشافيه لنا سيدنا الله يشافيه الله يشافيه الله يشافيه يا ربي امين ونحن نبغيوك ورا ليلة راح نينا راه يمسكينا الانسان مني يكون عامر بزاف ودووز المشاكل والحقراء وتكرفيس وراها تشردات وراها تتفزنقاء ورا شوفوا ليلة سمعوها بقلوبكم ما سمعوش بودنكم حيث مني كنسمعو الانسان بودنين نقول وحيد علينا ولكن ما كنسمعو الانسان بقلبنا كنحسو به راه يمسكينا دازت عليها العذاب تخيلوا ان انسان يعني غريب جل واحد الارض وواحد الوطن غريب جلت بنت سبعتاشر سانة ما كتعرفت شي واحد والحمد لله حضنها هاد الوطن وحضنوها الناس جالوه والقات اصدقاء والقات صديقات والقات ناس اللي بحل عائلة ديالها بغاوها وحبوها والقات حتى الناس اللي يعني سندوها حتف هاد المحنة هذي لا كتشوفي لي كومنتير كتشوفي التصالات اللي كتجيك المغاربة شعب رائع المغاربة واحد شعب زوين المغاربة فينا غير ذيك الموضة كما كنقولو ولكن كتبقى قلوبنا كتبكي مع الناس وكتحس بالألم ديالهم وحنا حسينا بك وبكينا معاك اختي ليلا وان شاء الله غادي نبقاوا معاك حتى تتاخذي ان شاء الله الوطائق ديالك وديا الابن ديالك لان المغاربة ما كيسمحش فوليداتهم المغاربة ما كيسمحوش فوليداتهم لليا كلمة اخيرة غا تقولها ماشي اخيرة اخيرة اليوم وحنا كما قلتلك غا نتبع معاك الى الاخير ان شاء الله حتى تاخذي حقك بإذن الله ونشوفك بخديمتك ونشوفك بدارك وبمحالك ويوقفوا معك الناس ويعونوك حين تستحقي هادشي كلمة الاخيرة اختي فاطمة الزهراء كنطلب الله سبحانه وتعالى هو الأول وكنطلب سيدنا الله يحفظه والله ينصره والله يطول في عمره والله يشافيه ونطلب من اخوتي لمغاربة داخل الوطن وخارج الوطن وحتى تزيرين اخوتي ماشي ماشي اخوتي كتدمهم كي يجري في دمي انا ماشي لبا عندهم وما عند دراسهم حركت لادوك الوراق لبا كي غوتوا عليا كيبقاوا يعيروا فيها واش انا مستيتكم واش حركت العالم ديالكم ما حركتش لو تغابو ديالكم هادو كانوا عندي غادوا بابي كانوا عندي ما يسواه حتى شي حاجة بالنسبة لي انا وما داري لي حتى شي حاجة وانا كن بغيت بالنسبة لي انا نطلب السلطات ديالي وانا نطلب القنصولية ديالي كمشيت انا ما كنطلبش القنصولية الجزائرية وما كنطلبش السلطات الجزائرية انا كنطلب السلطات المغربية تشوف من حالي ومن حال والدي تبارك الله عليك اختي ليلا وشكرا لكم مشاهدي قناة شوف تيفي الرقم مراها على الشاشة مكتوب وغنعودو نحطوه ايضا في الغوبرتاج اللي غنحطوه من بعد ليسهل على ليلا وليسهل على اي واحد عندو شي طالب ولي عندو شي رغبة ان شاء الله قبل ما تسالي هاد الفين وعشرين كانت من الجميع موفور الصحة والعفية وانا تقضى اغراضكم اللي عندو شي مريض الله يشافيه ليه ولي عندو شي مسجون الله يفكس راحه ولي عندو شي ميت الله يرحمه ولي عندو شي غراض ان شاء الله يتقضى ليه شكرا لكم متتبعي قناة شوف تيفي وإلى اللقاء في مباشر آخر ان شاء الله نطلقوا فيما اختينا ليلا وهي هي هادك بوريقاتها بدارها وان شاء الله غاد ينطلقوا وغاد ينوريوكم الابن ديالها وغاد شوفوش حال غزال تبارك الله وتطلعن بي زوين 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 دك الوليد وراه ولدكم وراه ولد المغربة كاملين